بدون تكلم عن الصناعة ناخد بالمرة أسعار الطاقة أي رؤيتك لهذا البلف عالميا أسعار الطاقة عالميا خلينا نتكلم عن البترول البترول طبعا سعر البترول مؤخرا زاد بعد الأحداث اللي حصلت في العراق ومقتل قاسم سوديماني والتوتر اللي بين إيران وأمريكا أسعار البترول ارتفعت فدي من ضمن العوامل اللي بتأثر جدا في أسعار البترول ولكن لو بصينا على العرض والطلب في سوء البترول العالمي هو بالانست جدا يعني متوازن لحد كبير إحنا شايفين إن البترول الصخري في أمريكا ما زال بيرتفع إحنا نتكلم كل سنة بيزوده مليون ومليون ومئتين ألف برميل يوميا السعادية أو منظمة أوبيك لما خفضت الإنتاج خفضت الإنتاج من حوالي 3 أسابيع 500 ألف برميل مع اللي حصل في التطورات الجيوسياسية في المنطقة رفع أسعار البترول وأعتقد إن إحنا في وضع محتاجين محلل سياسي يتكلم على البترول مش محلل الاقتصاد حاج غريب دي جميل لأن لو بنتكلم على السوق كعرض وطلب أعتقد إن السوق متوازن جدا يعني ما فيش صدمة عرض يعني ما فيش ما يدعي إن أسعار ترتفع بالضبط ده بالنسبة للبترول والبترول ممكن تحسب عليه بقى يعني ممكن يبقى أساس لبقية الكوماضيز أو السلع الطاقة يعني طيب حضرتك داخل دوليا داخليا أسعار الطاقة للقطاع الصناعي في مصر هل يحتاج لمراجعة؟ هم راجعوا مؤخرا أنا أعتقد إن السعر كان مبالغ فيه جدا كان فيه مصانع بتدفع 8 دولار لكل مليون وحدة حرية وده رقم كان مبالغ فيه أعتقد بقية 4.5 دلوقتي وده سعر مناسب جدا بس رقم ما زاله برضو أعلى من العلامي لغاية دلوقتي بيقولوا كده 4.5 هو أعلى من السعر في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن ده مش مقياس أصيب المشكلة إن ما فيه سعر موحد عالمي للغاز سعر الغاز عالميا غير البترول البترول سرعة متداولة عالميا بشكل كبير جدا فسعرها هنا حيبقى سعرها هنا طبعا باختلاف المكان والشحن وكده الغاز لا فيه أكتر التداولات سيولا بتبقى على الماركت اللي هو الهنري هاب بتاع أمريكا ولكن في أوروبا مثلا بيستوردوا غاز عن طريق الأنبوب الجاي من روسيا وروسيا بتسعر الغاز تبقى لأسعر البترول مش تبقى للعرض والطلب فسعر الغاز في أوروبا مختلف تماما عنه في أمريكا مختلف تماما عنه في الصين مختلف تماما عنه حتى عن السعر اللي بتصدره الدول اللي بتصدر غاز مسال فما فيش سوء موحد للغاز على مياه مش زي البترول يعني مش زي البترول لا مش زي البترول بترول حاجة تانية خالص جميل طيب ناخد سؤال أبدا نطلع الفاصل فبدل أستاذ ميصر الرفاعي أحد الـ